خلينا نتكلم عن الأخبار الأخيرة تم توقيع عقد قرد تمويل لتوسيع معمل مدور نحب نعرف من حضرتك تفاصيل أكثر عن هذا التمويل ودور المصري فيه حيكون شوفي حضرتك إحنا طبعا من يعني إحنا يمكن نتكلمنا في حدثنا على انتاجنا من الغاز والاكتشافات الجديدة وفاتورة الاستيراد وغيره جزء تاني مهمة قوي هو أن إحنا إزاي بنسد الفجوة بتاعتنا من ما بين الانتاج والاستهلاك وما بين ما يتم استيراده فجزء كبير وجدناه أن إحنا معامل التكرير بتاعتنا الحالية بخلاف مدور يعني معامل منظومة التكرير في مصر منظومة قديمة ومحتاجة أنها تتطور ويتم تحديثها وتوسعها أو إقامة معامل جديدة وده ليه علشان خاطر منتجات بتاعتنا المكررة يأما مش بتكفي السوق لأن هي ما هياش منتجات مطابقة المواصفة وبالتالي بنطلع منتجات أقل جودة أو لأنه ساعات بتاعتنا ما هياش قادرة تطلع الاحتياجات بتاعتنا ومن هنا بقى جات استراتيجية أن إحنا بنطور المعامل أو بنبني معامل جديدة أو بنوسع من قدراتها ولما بنيجي نتكلم على أهم معامل عندنا هو معامل مدور وده أحدث معامل عندنا أو مصنع أو معامل تكرير البترول في البحر عبد المتوسط بالنسبة لنا في مصر كمان فكانت قرار نحن حنقدر نوسع له ونزود القيمة القدرة التكريرية بتاعته ب60% فالنهار ده هو بينتج حوالي 4.5 مليون طن في السنة أو بيكرر ما مقداره 4.5 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية هنزوده هيبقى 7.5 مليون طن تقريبا سنويا فهذا المشروع حيتكلف في حدود 2.2 مليار دولار والحقيقة أن هذا المشروع حيتكلف هذا المبلغ ما بيقباش كله من أصحاب رأس المال اللي هو في هذه الحالة قطاع البترول لا ممكن ناخد قرد للتسهيل وبطبع معنى أن ناخد قرد يبنى فيه دراسات جدوى اقتصادية بيتم تدقيقها ومراجعتها من مكاتب العالمية علشان خطر المقردين يقدروا يدونها هذه المبالغ فالي أنا عايز أقوله من هنا أنه المقردين دي بتبقى بنوك عالمية والحقيقة مجموعة من البنوك الأوروبية وهذه البنوك هتقدر تمولنا ما مقداره حوالي 1.2 ولكن يصلوا لـ 1.6-1.7 مليار دولار بالرسوم والفوائد وغيره على مدار عمر القرد اللي هو 13 ونصف السنة وده طبعا يعتبر استثمار طويل الأمد وبالتالي كمان يدي فرصة للسداد لأنه سداد هذا القرد وده زي ما بقول لحضرتك بتعمل بعض دراسات جدوى يتم تدقيقها ومبلغ كبير زي ده ما بيتحطش في مشروع واحد في بلد واحدة إلا إذا كانت هذه البنوك والجهات الضامنة لهذا القرد تكون مطمئنة تماما من جدوى المشروع ومن الإصلاحات والدعم اللي بتاخدوا هذه المشروعات من الدولة